أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف جالانت بأن إسرائيل ستقوم بمحاسبة أي دولة أو جهة تقف وراء الهجوم الذي استهدفت الأبيب وقال جالانت خلال مشاورات مع قادة عسكريين إسرائيليين إنهم سيعملون على تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية إضافة إلى مراجعة الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المتخذة ضد المسؤولين عن الهجوم ومن يقف خلفهم من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاگاري بأن الجيش يعتقد بأن الطائرة من دون طيار والتي ضربت الأبيب إيرانية انطلقت من الأراضي اليمنية مشيرا إلى أن الجيش يبحث الرد على هذا الهجوم بعد التحقيق الأولي الذي قمنا به في عين المكان وبناء على الأنظمة العسكرية يبدو أنها طائرة من دون طيار من طراز صماد ثلاثة وتقديرنا أنها وصلت من اليمن إلى تل أبيب صماد ثلاثة هو سلاح إيراني تم طرقيته على ما يبدو لتوسيع نطاق الطيران الذي تدعمه إيران ووكالأها في المنطقة أما فيما يتعلق بالحوثيين فقد أعلن المتحدث باسمهم يحيى سريع مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف مدينة تل أبيب بواسطة طائرة مسيرة نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها وقد حققت العملية أهدافها بنجاح إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسي في مرمى أسلحتنا للمزيد ينضم إلينا من تل أبيب فراس لطفي ومن عدن يسين الردوان فراس يبدو بأنك لست في تل أبيب أليس كذلك؟ نعم طيب هل من جديد فيما يتعلق بتداعيات هذا الهجوم الحوثي على تل أبيب؟ هل عرفت ربما مستويات الرد الإسرائيلي على ذلك؟ يعني لم يتم استبعاد فرضية أو سيناريو الرد في العمق اليمني الرد على الحوثيين في العمق اليمني هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أجرى تقييما واتصالا تشاوريا مع وزرائه ومع المنظومة الأمنية الإسرائيلية عبر الهاتف لم يعلق مكتبه على هذا الحدث الاستثنائي الأول من نوعه من الجبهة اليمنية باتجاه تل أبيب ما نشاهده هنا سريعا فضيلة هو عملية تفجير كبيرة كانت في هذا المكان أدت إلى تناثر الشضايا في كل مكان هنا هذا المبنى التجاري تضرر بالكامل نتيجة لهذا الانفجار وهو لا يبعد سوى أقل من مئة متر عن السفارة الأمريكية في شارع بن يهودا الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي قال على لسان هاجاريا المتحدث باسمه بأنه كان هناك خطأ بشري كان هناك سوء تقدير وتشخيص لهذه المسيرة على أنها مسيرة صديقة وليست معادية والتقديرات الأولية تتحدث بأنها جاءت من جهة الغرب أي من جهة البحر وكان هناك يعني عدم تفعيل منظومة الإنذار أو الدفاع الجوي الإسرائيلي وكان هناك إسقاط لمسيرة أخرى من الجهة الشرقية هذا يعني في المنظور الأمني الإسرائيلي بأن التنسيق في الساحات المختلفة المستهدفة لإسرائيل لا يزال على أشده خاصة في منطقة العراق وجنوب لبنان واليمن بكل أحوال هناك وجوم كبير على بن يمين نتنياهو في إسرائيل من المعارضة التي تقول بأنه لم يحقق الأمن لإسرائيل والدوائر الصراع تتوسع وجاءت هذه الضربة في الوقت الذي كان فيه يجلس نتنياهو ويلف قدمه على الأخرى في رفح ويقول بأننا سنحقق النصر المطلق وهذه المسيرة جاءت لتنسف أقوال بن يمين نتنياهو بالقول بأن قطاع غزة اشتعلت فيه الحرب وتتوسع اليوم دوائرها في منطقة من جبهة اليمن والعراق وجنوب لبنان بين كبير شريك بن يمين نتنياهو في الحكم كان قد أصدر تصريحات دعا فيها إلى ضرورة شن حرب على لبنان لإنهاء هذه الظاهرة واستعادة الردع وقوة الردع بيد إسرائيل نذهب إلى عدن مع ياسين الردوان ياسين يحيى سريع هدد بالمزيد إلى أي مدى الحوثيون قادرون في هذا التوقيت فعلا في تنفيذ هذه التهديدات نعم فضيلة بالنسبة للتهديدات الحوثية هم يرددونها بشكل مستمر على أنهم يفعلون ما يستطيعون عليه ووفق الإمكانيات لكن البيانة الأخيرة تحدث عن هذه النقطة على وجه التحديد وأنهم قادرون على الوصول إلى تل أبيب وإلى أهداف حساسة أمنية وكذلك عسكرية وأن لديهم بنك أهداف كبير وواسع في داخل إسرائيل في تل أبيب وتحدثوا على أن مدى أسلحتهم تصل حتى تل أبيب وكما أيضا تتحدث العديد من القيادات الحوثية قبل قليل بتصعيد هذه العمليات النوعية وأنها لا يمكن أن تتوقف كما يركز أيضا الحوثيين على الخلفية الشعبية وعلى التظاهرات المستمرة والاحتجاج لتكون غطاء لهذه العمليات بينما أيضا أعلن يحيى سريع وهو الناطق العسكري بأن هذه العملية تمت بطائرة مسيرة جديدة تستخدم لأول مرة لا سيما في عملية توسيع مداها وأيضا يسخر الحوثيون والقيادات الحوثية من مدى اعتراف الإسرائيليين بعد ساعات طويلة بأنها اتجهت من اليمن أو من الأراضي التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وتوجهت خلال هذه الساعة وهي تعبر البحار إلى أن وصلت إلى إسرائيل ليعترفوا بعد ساعات بأنها يمنية وقالوا أن هذا الكيان هو كيان هاش وأن العمليات القادمة مستمرة ولن تتوقف في قضون ذلك تحدثت القوات الأمريكية المركزية عن تصديها لأربع مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين وكانت متجهة باتجاه البحر الأحمر وكذلك أيضا صاروخين ربما كانت أيضا متجهين باتجاه سفينة وأيضا ربما قد تكون متجهات باتجاه إيلات أو فلسطين المحتلة حسب تصريحاتهم وبياناتهم العسكرية فضيلة شكرا لك ياسين الردوان أشكر أيضا في راس لطفي شكرا لكم شكرا لكم